المغرب تيعيش واحد العدد صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال هاد الفترة خاصة الفترة الممتدة من 2020 إلى حدود اليوم وهذه الأزمة يمكننا نقوله عندها خصوصية متميزة على مختلف الأزمات التي فت عشتها المغرب أو عشتها دول أخرى سواء في صياق الأزمة 2008 المالية التي كانت على الصعيد الدولي والقاتل بالضلال ديالها على الاقتصادية المختلفة الدول في العالم والمغرب استطاع باش يتجاوزها أنا داك وعرفت المرحلة ما بعد الأزمة ديال 2008 وحد الانتعاشة اقتصادية على الصعيد الوطني وتم تحقيق استثمارات مهمة في البنيات التحتية وهذه بشهادة الجميع على اختلاف زوايا النظر لهذه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية اللي دارت من 2008 إلى اليوم على اختلاف التقديرات لهذه الإصلاحات كلها يمكننا نقوله بأنه المغرب استطاع إلى حد ما باش يحقق نتائج إيجابية واش نقوله واش كانت في مستوى التطلعات ولا في مستوى الإمكانيات التي رصدت لهذا الجانب هذا نقاش كيف قمت روح ولكن الأزمة ديال هذه الفترة ديال 2020 اللي بدأت مع الأزمة الصحية إلى يوم هي أزمة متميزة من خلال يعني الأزمة الصحية في حد ذاتها وكيف أطرت على العالم بأسره كيف أطرت على التجارة الدولية كيف أطرت على الاقتصاد الدولي كيف أطرت على الاقتصادات الوطنية وكيف أطرت على المقاولات في مختلف هذه الدول وخاصة اللي كان عندها تأخور في اتخاذ القرارات الصائبة أنا ذاك لمواجهة الأزمة الصحية ويمكننا نسجلو بكل نزهة فكريا أن المغرب استطع يتجاوز الأزمة الصحية بشكل متميز وهو من الدول القلائل اللي اخدت البادرة في هذا الاتجاه وهذا المواجهة هذه الأزمة والخروج منها بشكل استباقي ممكنوا باش تكون عنده واحد انتعاشة اقتصادية بغضي النظر على السياسات العمومية بغضي النظر على الأولويات التي كانت مدرجة لأنه كانت واحد لعدد دي الأولويات وجدت الأزمة الصحية وصبحت هي الأولويات الأولويات ولكن بعد تجوز الأزمة الصحية صبح هناك فرصة للانتعاشة الاقتصادية من خلال الرجوع لكل الأماكن ما تعلق بالتجارة الدولية للمغرب عنده واحد الموطئ قدم متميز سواء إفريقيا أو أوروبا اللي هي الشريك الأساسي بالنسبة للمغرب وهذا ممكن انتعاشة الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر